السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة. كنتم من دا ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير. انتم ما كنتشاهدوا هالفيديو. اليوم ان شاء الله وصفتنا عبارة على جوج اكلات اللي بدون لحوم بدون دجاج بدون بيض يعني كيجوا رائعين وريجيم وخفاف. وتابعوا معي الفيديو حتى الاخير. والعجبكم ما تنسوا تشاركوا في القناة والضغط على الجرس فاش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد. والناس اللي عندي قدام في القناة كنقول لكم شكرا على الدعم دياركم وشكرا على جيم وعلى التعالق زوينا اللي كتعلقوا لي في في القناة. بسم الله احنا غدي نبدو انا عندي هنا اه القرعة السلوية وعندي اللوبيا. وكل وحدة غدي نطيبها بوحدة وغدي نوريكم كيفاش غندير ليها. يعني راه ساهلين وكيجوا لداد. ما كديروش فيهم اللحم ما كديروش فيهم هاكا الدجاج او بالناس اللي ماتا ياكلوش اللحم وماتا ياكلوش الدجاج. هنا غدي ننقي اللوبيا. انتم ما شفتوا كيفاش كننقيها وكن حيد لهذا الخيط. يعني كنوريها كالبنيات المبتدئ اللي كيبغيوا ينقيوا اللوبيا. صافي وغدي بعد ما نقيت اللوبيا. غدي نجيب واحد الكوكوت وغدي نفعه واحد تلسط مع لقدير الزيت نباتية. غدي نجيب واحد الحبادي البصلة اللي مقطعها رقيقة مش للضاها رقيقة. شو ما شفتوا معي كيفاش رقيقة. غدي نضيفها هي اللولة في الكوكوت. فوق هاداك الزيت. وغدي نقادها. يعني لها بدون ماء. غدي نطيبوها بدون ماء. هاد البصلة رها كافية. بعد ما غسلنا اللوبيا ونقيناها مزيان. كنغسلوها من طراب. كنغسلوها من الشوائب حال هكا. كننضير نص ديالها. وكنزيد وحد الحبادي الماطيشة حال هكا اللي مقطعها هكا مرصوات. او كنقطعوها رقيقة. على حسب هديك الموها ديالها ما كنضيعوهاش. صافي. وغدي نزيد. شوية القصفر والمعدنوس. هنا التومة رها درتها في البصلة في اللول. درت واحد الفصل ديالتومة. وغدي نزيد هكا اللوبيا. يعني كتجي ساهلة وضغية كالطيب في ضرف خمسة عشر دقيقة رها كتكون موجودة. صافي غدي نتبل. انا غدي نجيب واحد الايناء فاش غدي ننخلط تتبيلها. كندير الملحة بسم الله. وكنزيد الكوركم. او الخرقم البلدي. وكن دير تحميرة او الفلة حلوة. او البابريكا. كندير سكين جبير. كندير نسمع القديل القصفر يابس. والبزار. انا ضروري كندخل هكا القصفر يابس في الاكالات. لانه هو صحي. صافي بعد ما نخلطهم بحل هكا. كنضيفهم لها دي اللوبيا من الفوق. صافي وغدي نسد عليه الكوكوط ما غدي ندير لما لواله لغدي طيب فهذا كنلمات على البصيلة اللي غدي اطلق. وتنسد الكوكوب. صافي وغدي ندير على الصفارة. صافي وكنحط عليها هكا الصفارة صافي وغدي نديرها بعد ما كتصفر. كنقص عليها وكنخليها عشرة دقائق صافي وكن طفي عليها. هنا كنجيب القرع السلوية. كندير المبحل هكا كنوجده كندير في شوية الخل او شوية الحامض ليمو الحامض. وكنننقي هكا بالنص 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 بكنننقيش في مره لانا كيكحال. بحل هكا دائما لسميتو هاد القرع السلوية تننقي وطريف طريف. مش متيكحالش لينا وتنقطعوه تنصيبوه. ونديرو في الماء فيه الخل او فيها بحل هكا قطرة ديو الخل او في قطرة ديو الحامض ليمو الحامض. كنحيدلونا هاد البابة. وسطانية لانا فيها شوية دي زريعة. وعلى فكرة لما كانش فيها زريعة ما تحيدوها شركة جبنينة ولديدة. وهاد الاكلات اه وحد السيدة صيف تطلية في التعليق قاتلك بانا ديري لدينا شي حاجا ليس ديو صحاب السكار هاد لوبيا وهاد سلاويرة ديو المالين سكار يعني كي يكلوه ما يخافوش منو بدون لحوم بدون دجاج كولوه ما تخافوش منو. سفي كنقطعوه كطريفات مرصوات صوار. واحنا باقي نتننقيو. ما تيكحالش معنى السلاويتي يبقى اللون ديالو هو هو. لانه وضغيك يتأكسد. كنزيد تاني نقياس تاني. حتى كنكمل. الكيمياء دي السلاوي. انا غادي نقطعوه تاني بحلاكة. ان هادي كتجي ساهلة. مشي حتى نقطعو. هاكا السلاوي كنقشروه كلو. وكنحطوه يعني راكيك حال ديك الساعة. صافيو كنغسلوه كنعودو نغسلوه مزيان. انا هنا يا غادي نجيبو طنجرة. لانه ما بغيش نديرو في الكوكوت. في الكوكوت غادي ضغيه هو كي يشرب طياب ما كيتعطلش. غادي ندير نص دي الحبة دي البصلة. مشلدة. كندير شوية زيت البلدية كيتوتع معه. وكتجي معه الديدة. وغادي نجيب السلاوي. بحال هكا بعد ما نققناه. ما شفتوه معايا راه بقلون دياله هو هو. ما تاكسدش ما كحالش. صافيو كنستفوها كف الطنجرة. يعني سلاوي ما تحتاجوش باش ديرو في الكوكوتع في الطنجرة راه كي يطعب. بدون ماء. وكنستفو حد الحبة دي الماطيشة. اللي مقطعها كموصوات. كنزيد البصلة من الفوق. البصلة اللي بقت عندي. بسم الله. صافيو كندير هنا يا شوية ديالتومة. انا عندي تومة هكا معجون تومة. يعني لما عندكم شديرو فصل ديالتومة مقطع. صافيو غدين تنبل. نجيب شوية رسل مع القدية اللي بصار. كوركم او الخرقوم البلدي. سكنجبير. بابريكا او تحميرة. او فلفل حلوة. لقص بريابس. وكندي رسل مع القدية اللي ملحة. هنا ما تنقوش الملح. صافيو تنحرك. تنخلط هاد التوابيل بحل هكا. صافيو كنسقي بها هكا ما طيشها من فوق. وغادي نجيب شوية دي القصفر مع دنوس. من قطعين. ثم كيعطوا اللدة. غادي نجيب الزيتون. علش انا ما ملحش. قلت لكم انا ما ملحش بسافي. يعني غادي نديرو الزيتون كيطلق الملحة ديالو. باش كتجين الملحة هاكا مقادة. صافيو كنسد عليها. وكنشعل عليها. كنخلي العفية يمهيلة. راح ضغية كيطيب ما كيتعطلش. خمستاشر دقيقة كيكون موجود لهو ولا اللوبيا. شو ما شفتوا اللوبيا ديالنا كيفاش جات. ركا تجي لديدة وبنينا. كنحركو عرب حالك ما كنحركوش بالمعلقة. باش ما كتخلطش لنا لانه هي طابت. غادي نوريكم شي وحدة. نورة طيبة. شو ما شفتوا معايا بدون ماء. وكتجي عرب هذيك الحبة ديال ما طيشة وهذيك البصيلة كتجي لديدة. الاكلة ديالنا ديال سلاوي حتى هو طاب. ورا اطلق ديال ما هي هذي البصيلة وديال ما طيشة. صافي سلاوي ديالنا طعب وبقلون ديالو مزيان بحل هكا. هذا راح صحي للناس اللي عندهم سكار عندهم كوليستيرول عندهم يعني يقولوا هم ما تخافواش منه ما فيش سكاريات. وصحي اكتر. صافي احنا وجدناه. وغادي نحطه في طبق تقديم وغادي نوريكم كيفاش كي يجي. احنا زيينها بشوية ديال الحامض بصير. اللو بيدياننا. نجيبو. السلاوي قرعة السلاوية را كتجي لديدة وكتجي بنينة. حتى ولداتكم اللي ما كياكلوش راكا غادي ياكلوها بات تتبيلة ما تيحسوش بها. ولعجبكم الفيديو ما تساوش شاركوا في القناة وتضغطوا على الجرس بش دائما ان شاء الله توصلوا بجديد. واللي قدم على القناة كان قوليكم شكرا 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 بزاف على التعاليق ديالكم زوينة. وعلى الدعم ديالكم وعلى. على جيم اللي قدروا لي واتبارك الله عليكم وكن نقول لكم الصحة والراحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موسيقى